دي بيكا بدكون وعلاقتها بمكتغ سوشانت سينج وعلاقتها العطفية جبل رمبير كابورك اللي ده هنتكلم عنه في الفيديو بس معي الفيديو للآخر وما تنسوا نشفوا اللايك والاشتراك في القناة والتعليق اسفل الفيديو عشان نسألكم من يوكل جديد دي بيكا بدكون من مواليد 5 يناير 1986 تبلغ من العمر 35 عام طولها متر و 73 سنتين والدتها تدعى اوغلا وهي وكيلة سفريات والدها لعب كرة الرشا الشهير برقاش بدكون لها اخت واحدة تدعى انيشا وهي لعبة غلف وهي تصغرها بخمس اعوان فقط في بداية حياتها ارادت ان تصبح لعبة كرة الرشا زي والدها وبالفعل شرقت في العديد من البطولات المحلية بعد كده اتجهت نحو الازياء واصبحت عرضة ازياء مشهورة واسناء اشتركة في عرض الازياء تعرفت على حبيبها الاول وهو نيهار باديا عام 2006 وارد الاسنان دخول للسينما الهندية وبالفعل دخل معا اكاديمية السينما الانوبام خير لتعلم التمثيل وكان لها هي حظة افضل من حبيبها وشاركت في بطولة فيلم اوم شانتي اوم مع الفنان شاروخان عام 2007 وبعد ان اشتهرت تركت حبيبها بعد علاقة استمرت ما يقارب العامين وحاولت الانتصاق برامبير كابور وبالفعل اثناء مشاركتها معه في فيلم باشنا ايها سينو في عام 2008 وقع في علاقة غرامية معا وكتبت اول حرفين من اسم رامبير على رقبتها من الخلف واللي مساحتها بعد الزواج وزي ما تركت حبيبها عشان الشهرة تركها رامبير كابور عشان كاترينا كيف بعد علاقة استمرت عام وده كان سبب انفصالهم لي كل الناس اللي بتسألهم ليه انفصلوا عن بعض ان هو خانها مع كاترينا كيف وسبب انفصلهم التاني هو ان والدة رامبير كابور رفضت علاقته مع ديبيكا وقالت انها مش مستويها ومن المعروف ان رامبير ما بيرفضش طلب لمامته فانهى العلاقة زي ما انها بعد كده علاقته مع كاترينا بسبب والدته وبعد ما تركها رامبير طلعت وباكت في اكتر من لقاء وجالت انها تعرضت لحالة اكتئاب شديدة واللي فسروا بعض الجمهور انها حاولت تستعطف الجمهور نحوها وان دي زي ما عملت ما حبيبها الاول تعمل فيها والبعض الاخر قال ان رامبير ازيها نفسيا وان هي شخصية حساسة وعطفية جدا وبعد انفصلها عن الفنان الجميل رامبير كابور ارتبطت بالعديد من النجوم المشاهير منهم يفراج سينج وهو كان لعب كريكت مشهور وي ام اس دوني لعب كريكت مشهور برضو في الهند وبعد كده ارتبطت بالفنان اوبين باتيلو علاقتهم لم تستمر لأكثر من ثلاث شهور وبعده ارتبطت بعرض الازياء والمس الهند والامريكي استدهارة ماليا ابن الرجل الاعمال في جي ماليا وكان الفنان مزمل ابراهيم اخر شخص ترتبط به قبل ما ترتبط بزوجها رامبير سينج اما علاقتها بالفنان رامبير سينج فهي بدأت عام 2012 اسناء تصوير فيلمهم الشهير رام ليلة واستمرت علاقتهم ست سنوات وتزوج في عام 2018 في حفلة عائلة بسيط يجمع الاصدقاء والاهل في ايطاليا ونستدها يقول لكم ان ايديبكا بادوكن تؤمن بالهندوسية وتعدد باكا بادوكن من اشهر نجمات بوليوت ومثلت مع اشهر نجوم بوليوت وخاصة شاروخان اللي اخدت منه نصيب العسد اللي مثلت معاه اكتر من سبع افلام وفي فيلم مقبل ان شاء الله هيتعرض في شهر اكتوبر المقبل وده فيلم جديد مع شاروخان والفنان الجميل جون ابراهيم واسمه باسان اما علاقتها بمقتل فنان سوشانتي سينج واللي خلى شرطة مومبيت استدعيها في التحقيق ان اثناء التحقيق مع النجمالية شقربوتو يا كانت صديقة سوشانتي المقربة وسؤالها عن المخدرات اتهى من ديبكا ولما جابوا ديبكا وفرقوا الموبايل بتاعها وليجوا رسائل عن المخدرات سألوها فجالت ان هي كانت بتعاني من الاكتئاب في عام 2015 اكتئاب شديد وكانت بتاخد المخدر ده بامر من الطبيب حتى عام 2017 وبعد تحقيق استمر عدة الساعات خرجت من الجد نهاية الفيديو اتمنى يا ربي يكون الفيديو عجبكم ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك لان هو اللي بيرفع الفيديو بيخليه يوصل لأكبر عدد من الناس